ومثل ما فرد به تلفزيون النهار تعرضت دورية أمنية لعناصر الدرك الوطني بضواحي دائرة بن سنوس ولاية تلمسان مساء أمس الخميس لانفشار قنبلة تقليدية دون أن يخلف هذا الاعتداء خسائر بشرية حسب ما أكده اليوم الجمعة مصدر أمني وقد وقع الاعتداء في حدود الساعة السابعة مساء بقرية الريح البيضاء بالقرب من الطريق الوطني رقم 106 دون أن يخلف خسائر بشرية مع عدى إصابة عنصر واحد فقط من الدركيين بخدوش بسيطة على مستوى الوجه نتيجة تطاير زجاج عفواً المكسور لسيارة الدرك الوطني على إثر هذا الانفجار وفق ذات المصدر الذي نفى أن يكون عناصر من الدرك الوطني قد تعرضوا إلى إصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى